السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده موقع اسمه من تينكس ده بيخليك تتزبط امور السيانه عندك في المبنى بتاعك بمعنى ايه عندي هنا مثلا وورك أوردر يعني ايه يعني بتدي امر ان حد هيروح يعمل سيانه معينه ومقسمها اكتدو وضن يعني دي خلاص الحاة اللي خلصت جرد ان اي حاجة خلصت بتديها ضن طيب هقول له نيو وورك أوردر وتيجي هنا تكتب مثلا فكس مثلا وترصب اللاي متربايب مثلا وتحط صورة معينة للحاجة اللي هتعمل وكتب وصف ايه اللي مفروض هيعمله بالزبط والبرصيدر واسين تو دي ام حاجة بحيث تظهر عنده ان مفروض في حاجة تستعمل النهاردة والتاريخ اللي مفروض هيعمل فيها استيانه النهاردة ستة ابريل او سبع ابريل نهاردة سبع ابريل السكادول هتبقى مثلا ديلي ويكلي منتلي مرة واحدة كل يوم ولا هي مرة واحدة في العمر ولا هتتقرر ولا ايه البريرت بتاعتها اللوكيشن على شخص مايعودش تو هي الاسيت اللي هيروح يصلحها الكاتوجري احنا قلنا بايف ميكانيكال مثلا او بلامينج مافيش طيب ميكانيكال الفيندور تمام وبتقوله create فيبدأ يظهر عندي هنا الحاجة اللي هت المفروضة تتعامل ولستتعتها بقى ديت هليه open انهولد انت هنقفها شوية ولا in progress ولا done مبروكة احنا خلصناها open لا اكتشفنا اني فيها حاجة لسنا تعالتش هنا عمر فبا انت لو جيت هنا قصين تقدر تقوله ان عايز لكل الناس او عايز لعمر سنين بس فيبدأ يجيب لك المهام بتاعت عمر تمام يبدأ يفلطر لك المهام بحيث ان تجيلك الحاجة بتاعت عمر بس وهكذا وهنا الهيستوري الحاجات اللي هي انفتحناها بترجم وتخلصت ما خلصتش وهكذا تمام فدي موضوع work order هنا الريبورت يبدأ يقولك ايه الحاجات اللي تعملت و ايه الحاجات اللي خلصت والحاجات اللي فيها reactive يعني reactive يعني قبل ما تبدأ بدأ ننشعل فيها اللي status بتاعتها request لو في اي request مطلوبة مني وهنا في حاجات خاصة بالasset location وهكذا الassets ده بقى تزود assets زي ما انت عايز بحس ان احنا تلاقي قيمة تختار منها اقليكم بس انا عندي على الان отдел الوكيشن بتاعها هتبدأ محطتها كل لمعلومات اللي أنت محتاجها وهنا ننزوج الوكيشن seguinte Markt Dobs sending יهد الوكيشن الب Star موف Pak المدد اللي بتاعتها. المصنع. الييرز. الكيو ار كود اللي هتتاشل الاسد طيب. طبعا كل ما بتحط المعلومات مظبوطة وكل ما تحط المعلومات ما ما تسيبش خانة فاضية. كل ما ده يكون احسن بحس انه لما تحصل حاجة نبعارفين التفاصيل بتاعته. دي لو في رسائل موجودة. دي الكاتوجري بتاعت كل حاجة تقدر تزود كاتوجري زي ما انت عايز يعني ممكن تزود واحد مثلا للبلومنج. هنا المتر. الوكيشن زي هيت تقدر تزود لوكيشن زي ما انت عايز. التيم تقدر تزود الناس تانية معك في قلب الفريق. هنا الفيندورز. لذا بقى تعمل قيمة بهم.